هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان إن كنت ترجو للحياة دوامها فاعلم بأنك غافل حيران وعمل لآخرة يدوم بقاؤها واجعل فؤادك زاده القرآن إن المصير كتاب حق للورى لا تنسى ربك أيها الإنسان هذا المصير لكل الخلق عنوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا معهم يا ربي بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها الأحبة لازلنا نواصل المسير إلى المصير لا ينجو من القصاص أحد ولو كان من المؤمنين ففي الصحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى أي أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا أيها الأحبة إذا انقضى الحساب يزدل الستار لا يأمر الملك الحق أن تنصب الموازين يا إلهي ألم ينتهي الحساب بعد كلا فإن الحساب لتقرير الأعمال وإن الموازين لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها فتوزن أعمال المؤمن لبيان فضله وكرامته وتوزن أعمال الكافر لبيان خزيه وندامته قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ما هو الميزان الميزان الذي توزن فيه الأعمال يوم القيامة ميزان حقيقي ميزان حقيقي كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وافقه الذهبي والألباني من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلوزن فيه السماء والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فقول الملك لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا ترى ما الذي يوزن في الميزان من ثقل ميزانه نجى ومن خف ميزانه هلك ومن تساوت كفة ميزانه فهو على الراجح من أهل الأعراف لا تسع الوقت للتفصيل ما الذي يوضع في الميزان لقد اختلف العلماء فيما يوضع في الميزان الأول قالوا توزن الأعمال والأعمال أعراض لا أجسام كيف توضع في الميزان والله جل وعلا قادر يوم القيامة على أن يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة هذا قول لا أريد أن أطيل في أدلته القول الثاني قال بعض أهل العلم بل يوزن العامل نفسه العبد هو الذي يوضع في الميزان واستدل على ذلك بما ثبت في مسند أحمد وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك يجني سواك فقامت الريح فجعلت الريح تكفأه فضحك الصحابة رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد لهما في الميزان أثقل من جبل أحد وأيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة ومن أهل العلم من قال وهذا هو القول الثالث بل الذي يوضع في الميزان الصحف صحائف الأعمال واستدلوا على ذلك بما قاله صلى الله عليه وسلم سيخلص الله رجلا من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينادى عليه أحضر وزنك ثم يخرج الله تبارك وتعالى له بطاقة بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم ينادى عليه ويقال أحضر وزنك وقد أخرج في مقابل هذه البطاقة سجلات كثيرة فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات قال أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم قال عليه الصلاة والسلام فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء وأنا أرى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة بل يوضع العامل بأعماله بصحفه في الميزان فالميزان إذن لبيان مقدار الأعمال لتظهر كرامة المؤمن وليظهر خزي الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا شك ولا ريب أنه كان ينبغي علي أن أذكر بعض الأعمال التي يثقل بها الميزان لكن لا تسع الوقت لذلك ثم بعد ذلك أيها الأفاضل يأمر الحق تبارك وتعالى أن يضرب الصراط على متن جهنم قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا هذا هو الورود يضرب الصراط على متن جهنم كالقنطرة كالمعبرة كالكبر بلغة العصر يمر عليه المؤمنون كالبرق كالبرق سئل عليه الصلاة والسلام عن الصراط فقال دحض مزلة أو مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك قال فمر عليه المؤمنون كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوث في نار جهنم فيشفع المؤمنون الذين نجاهم الله جل وعلا لإخوانهم الذين سقطوا في النار من فوق الصراط فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا صلون وصمون ويحجون معنا فشفعنا فيهم فيقول جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم فاعرفونهم في النار بآثار السجود فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود ثم يعودون إلى الله ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن امرتنا به فيقول جل وعلا ارجعوا فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به فيقول جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى الا ارحم الراحمين فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد امتحشوا تحولوا الى فحم وحمم من النار فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة فتنبت اجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلون الجنة كاللؤلؤ وفي اعناقهم الخواتيم فيقول اهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار ايها الاحبة ها هي نهاية المصير تتحدد اما الى نار واما الى جنة تعالوا بنا في اللقاءين المقبلين الاخيرين لنقف مع هذين الموضعين الخطيرين اسأل الله ان يختم لي ولكم برضاه وان يجعلني وإياكم اهلا لجنته انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان إن كنت ترجو للحياة دوامها فاعلم بأنك غافل حيران وعمل لآخرة يدوم بقاؤها واجعل فؤادك زاده القرآن إن المصير كتاب حق للورى لا تنسى ربك أيها الإنسان هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان هذا المصير لكل الخلق عنوان